اشهد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء بما يقدمه منتسب قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الامن الوطني من ادوار سامية للدفاع عن منجزات ومكتسبات الوطن بما يسهم في مواصلة تحقيق الاهداف التنموية المنشود للمملكة ويحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقال اسموه ان التضحيات الجليلة لشهداء الوطن من اجل سيادة وامن البحرين وابنائها لن تنسى ابدا وهي محل تقدير واعتزاز من الجميع كون ما قدموه للمملكة هو اعلى مراتب الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا مشيرا الى انه عرفانا لما قدموه تجاه البلد وابنائه فاننا نعتبر ابناءهم ابناء لنا وسنسعى دوما من اجل توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم تقديرا لتضحيات الشهداء المخلصين وذلك بما يوفر لهم الحياة الكريمة جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم اجتماع الهيئة العليا للصندوق الملكي للشهداء الواجب بحضور سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الامن الوطني نائب رئيس الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب ومعالي الفريق اول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيم وزير شؤون الدفاع واصحاب السعادة اعضاء الهيئة العليا للصندوق الملكي لشهداء الواجب واشار سموه الى ما يطلع به الصندوق الملكي لشهداء الواجب من ادوار حيوية منذ تأسيسه وحتى اليوم عبر رعايته لأسر الشهداء والتواصل البناء معهم من اجل الوقوف على احتياجاتهم مشيدا سموه في هذا الصدد بجهود القائمين على الصندوق وحرصهم على تلبية احتياجات ابناء الشهداء واسرهم كما وتم خلال الاجتماع استعراض ابرز المواضيع المدرجة على جدول الاعمال والمتصلة بآلية عمل الصندوق ودعم اسر الشهداء وتعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية فقد تقرر فتح المجال امام الافراد والشركات للمساهمة في دعم الصندوق كما سيتم توفير الرازلية للبايع عبر عدة منافذ